موسيقى من أفسوس القديمة منواصل دراستنا من رسالة بولوس إلى أهل أفسوس واليوم حديثنا راح يكون عن موضوع كتير مهم أسلكوا كأولاد النور السلوك بالنور أنا أدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي وتكون سبب بركة لحياتك رح نلقي الضوء على هذا الموضوع أنا موجود في المنطقة القديمة بتشوفوا الأثرات والحفريات من كل مكان خلف مكتبة سلسوس سلسوس كان حاكم في هذه المنطقة وبنيت لأجل تكريمه وتخليده كان فيها 200 ألف مخطوطة وكانت تعتبر ثالث مكتبة في العالم بعد الإسكندرية وبرغاموس أيضاً هذه الأقواس بتخذنا إلى المنطقة السفلة أو الأغورا السفلة السوق العام التجاري اللي كان بوصل إلى الميناء القديم ميناء أفسوس رح ندرس عن أولاد النور لكن أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة سأعود بعد هذا الفاصل حديثنا في هذه الحلقة أسلكوا كأولاد النور مرة أخرى الرسول بولوس كتب لكنيسة أفسوس هو في السجن في سجن روما خدم في هذه البلد ثلاث سنين وتعب وأسس كنائس في آسيا الصغرى في منطقة آسية ولسيما في أفسوس هذه البلد محببة على قلبه لما كتب هذه الرسالة كان بعد عشر سنين من فترة وجوده في هذا المكان كتب هذه الكلمات بوحي من الروح القدس فأقول وأشهد في الرب أن لا تسلك فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر وأيضا بواصل كتابته في هذه الرسالة بالتعبير بيوصف هذه الحالة ويقول عن هؤلاء الناس فقدوا الحس أو في عبارة أخرى قال أسلموا نفسهم للدعارة يقول أيضا لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب لاحظ هذه الكلمات قبل ما قال بولوس أسلكوا كأولاد نور فبيعطي توضيح الفترة اللي زار هذه البلد الأمم الأمم كان يسموا مظلموا الفكر لأنه بكل بساطة هو مش من شعب الله غير مختون كان يعتبر شخص نجس وأيضا يعني كان بينعتوا الإزدراء والاستهزاء في هؤلاء الأمم بسبب طبعا أنه كانوا بيعبدوا آلهة وثنية منها آلهة أرطميس إلهة أفسوس في هذه البلدة وكثير من العبادات كانت تخلى لها نوع من الإباحية وطبعا الزنا والشهوة والنجاسة طبعا الشيء الغريب أنه فيه مكتبة من وراي لكن أمامي فيه مكان مشهور اللي بيسمى بيت الضعارة اللي كان فيه بنات مكرسات بقدموا أجسادهم كجزء من العبادة بمارسوا الزنا والإباحية ولأنه الميناء قريب كانت الناس تيجي من كل أنحاء العالم لأسباب دينية لأسباب تجارية لأسباب اقتصادية لأسباب سياحية رياضية لأنه كانت مركز كبير ونحن في مركز هذا البلد القديم فكان معروف عن الأمم في هذه العبادات الوثنية الماجنة من فجور وشهوات كان بمرسوها فبولوس عم بشجع الكنيسة أنه خلاص إحنا الآن منسلك في حياة القداسة في الصح الرابع ابتدأ وقال أسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها ثم يقول أسلكوا بالمحبة ثم يقول أيضا فانظروا كيف تسلكون بالتطين بالاستقامة السلوك بالحكمة أيضا وهون بشجع المؤمنين أن يسلكوا في النور وفي أماكن أخرى بشجع على السلوك في الروح فالسلوك في النور لأنه السلوك النور هو الذي يبدد الظلمة فالظلمة هو عبارة عن غياب النور فعندما تشرق النور أو يشرق النور تتبدد الظلمة وهذه هي الرسالة التي أريد أن يوصلها بولوس قبل الإيمان كان الإنسان يسلك في بطل الذهن ووصل إلى وضع أنه فقد الحس يعني بطل عنده الحساسية صار فيه جزء يابس قاسي ما بيخترقوا يعني مش ممكن حتى يتألم يعني ميت بكلمات أخرى فقد الحس ولما وصل الإنسان إلى هذه الحالة فالإراضي كانت مشلولة كليا إلى درجة أنهم أسلموا أنفسهم للدعارة فيشجع ويقول أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم بل أسلكوا كأولاد نور لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب ليه؟ لأننا لاحظ عدة أسباب أولا لأننا أولاد نور شيء ثاني الرسول بولوس بيبتدي رسالته إلى القديسين إلى المؤمنين لأننا قديسين يعني أخذنا فرزنا خصصنا من هذا العالم لنعيش حياة القداسة شيء ثالث لأننا ملوك في ملكوت الله الجديد فالصار بيتمتع في الجنسية السموية لا يعود يفكر في الأرضيات من شهوة ونجاسة وخطية وإباحية أيضا فالنور ينتج الثمر الطيب الصلاح والبر والحق أيضا النور يساعدنا حتى نميز ما يرضي الله أو ما لا يرضيه لأن كل ما أظهر هو نور ابقوا معي سأعود بعد قليل المترجم للحق Paul's greatest thorn in the flesh, I think, even though it may not have been anything more than myopia or some kind of ophthalmological problem, were the Judaizers. They were his implacable enemies. They were after him and his gospel saying it wasn't complete. في النهاية كان لا تنسل هذه المساعدة من المساعدة. إن كانت الكريم بالتحديد من القريةpakالية لكثيره على المساعدة. كثيرًا لهم لم comparte بسرعة البريطيات. بسبب جدع頑ي كان لا تنسلوا حدقaba المساعدة بكي نجري. وأعتمد التبديون في المسيش سورينادي في قرنة الاجتالي وتون طوريًا سيقظ الاجتالي سواء أق slang الطاقة في المسيش سوريبي ولكن انا جاء راعت كلابك في المنزل سوق التغيزين والجتالي سيقول أنه أن الاجتالي سوري سوريا أجل السوري لا يساعد المسيش وتستقع الاجتالي فإنما أنني رؤينا همين يمكن أن يتعارل إلى جذب العجراء لإبطاء الكريسية. قدر هذا محاب مجردًا أيضًا حول لماذا أنظم جذب أثناء كتنائية. والذيون كانوا يلمر بسبب الاشتراك في المشاملين الكريسيين. ولكنه كانوا يوم الأطماء المسرحة المغلق من المسرمة إلى ترقيل كتنائية كهيفية تشارك المناثة. كانت الظلمة منتشرة في هذه اللحظة كانوا بمارسوا عبادة الإلهة أرطميس أرطميس الأفسوسية طبعاً لأن أرطميس إلهة اليونان هي إلهة الصيد أرطميس هنا هي إلهة الخصوبة بتشوف حاملة تاج على رأسها ولها عدة أثداء وأيضاً بأنوا لها معبد كان يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع فعندما بشر بولوس في هذه المدينة وابتدأت الخسارة المادية إذ حرقوا الكتب السحرية والتعويذ وأيضاً الصناع اللي كانوا يصنعوا التمثيل للناس ابتدأوا يصرخون عظيمة هي أرطميس أرطميس الأفسوسية فكان هذا عامة روحي وهذا ظلمة رسالة يسوع المسيح هي رسالة النور نور للأمم وبيتنبأ عن المسيح في إشعية تسعة يقول الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور والرب يسوع قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة ثم قال للمؤمنين أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل فإذن المؤمن هو الذي ينير وهو الذي يضيع والمؤمن هو الذي اختبر إشراقة النور لأن الشيطان هو يعمى ويدمر الناس مكتوب الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله أول كلمة تكلم فيها الله في العهد القديم وقال الله ليكن نور في كورونتو ستاني أربعة ستة مكتوب لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه النور أحبائي دلالة على الخلاص وعلى الاستنارة الروحية أيضا تعرفوا لما الرب لمس شاول الترصوصة على الطريق إلى دمشق في أعمال ستة عشرين مكتوب قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب يعني اليهود ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله فلاحظ عكس النور أو النور هو غياب الظلمة بيتكلم الظلمة تحت سلطان الشيطان تتكلم عن العمل روحي بيتكلم عن الجهل فالإنسان عندما يصل إلى هذا الوضع يكون في جهل يسلم نفسه لأي أمور عالمية أو شهوات لكن النور يفضح لأن كل شيء يتوبخ في النور تعرف أحبائي لما النور بيشرق والإنسان بيرفض بيجيب على نفسه الدينونة مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة من الأصل كانت شريرة فنور المسيح نور الإنجيل نور عمل المسيح بقوة الروح القدس ينير كل مكان هذه البلد اللي شايفين أثرات الهياكل والمعابد والمسارح اللي بتتكلم عن عظمة اليونان والرومان انتشرت المسيحية في هذه الأماكن وبنيت الكنيسة في أفسوس وكانت نور للأمم وكانت نور لتشرق في كل مكان حتى الناس تؤمن وتخلص بمعرفة ربنا يسوع المسيح أسلك كأولاد نور إذا أنت مؤمن ما تعيش في الظلمة لأن إبليس بيعمل في المناطق المظلمة لكن إذا أخدت النور أسلك كأولاد نور لا تشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخها هل تشترك في المناطق المناطق المناطق؟ أو تشترك في المناطق 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 المناطق؟ أخدت النورة أخدت النورة أعزائي منواصل دراستنا من أفسوس القديمة في هذه الحلقة رح أتكلم عن الإنسان الجديد أنا موجود في مكان كتير كتير مهم تسمى الأجورا العليا الأجورا اللي هي الساحة السوق أو المدينة وهذا المكان كان للي بيحمل الجنسية الأفسوسية أو إذا شخص بيحمل جنسية رومانية مسؤول ممكن يدخل إلى هذا المكان كانت الأبنية الجميلة موجودة في هذا المكان يعالجوا عدة قضايا في هذه الحلقة رح أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم اللي هو بيتعلق بخدمة بولوس الرسول في هذه المنطقة أي أنه خدم بين اليهود وخدم أيضا بين الأمم والذين آمنوا بالمسيح أصبحوا جسد واحد وعائلة واحدة أو كما يسمي الكتاب الإنسان الجديد ابقوا معي سأعود بعد قليل من واصل حديثنا من أفسوس القديمة بعنوان الإنسان الجديد أنا موجود في الأغورا العليا هذه كانت تعتبر الأغورا المدنية أو الأمور السياسية الإدارية اللي كانت تعمل في هذه المنطقة السوق العام أو الساحة المدنية العامة كان موجودين فقط اللي بيحمل الجنسية الأفسوسية وأيضا في أثرات لأبنية كثيرة في هذه المنطقة وكانت تحفي من الفن والمعمار في تلك الأيام وكان عدة أمور مثل ما ذكرت سابقا أن روما كانت تأتي بعداتها بمعتقداتها بأبنيتها بهندستها بعظمتها في هذا المكان فإحنا لما نشوفه كل هذا تأثير يوناني من أيام الإسكندر وأيضا تأثير روماني إذ نرى عدة معابد في تلك المنطقة إذا بتطلعوا معاي من هذه الجهة تستطيع أن تشوف أو ترى الجيمناسيوم إحنا قلنا أنه أفسوس كانت مدينة رياضية وكانت تعمل هذه الألعاب وكانوا يجوا من كل أنحاء العالم إلى هذا المكان أيضا بتشوفوا بعد الجيمناسيوم بتشوفوا الأعمدة الرخام هذه كانت تعتبر البازيليكا اللي هي مكان أو بيت القضاء طبعا كان كله مغطى وكان يقوموا بالمحاكم بأمور القضاء في هذه المنطقة طبعا لما جاءت المسيحية هذا البازيليكا تحولت إلى كنيسة أو بازيليكا كنيسة محل مسيحية تستطيع أن ترى المدرج يسمى البوليتوريوم أو الأوديوم اللي كان عبارة عن مسرح فني للأفراح والموسيقى أيضا والاجتماعات الإدارية المدنية اللي كانت تعقد في هذه المنطقة لأنه كان في بيت للقضاء وكان في المحافل حتى يقوموا بهذه الأمور إذا تنظر إلى جنب المكان بعد الأعمدة فيه ثلاثة أعمدة اللي هي بسموه الأيونيان أعمدة الأيونيان من أيام اليونان هناك كان فيه معبد طبعا مهم جدا ليسمى معبد فيستيا اللي كان بيجندوا بنات من عمر 11-12-13 سنة قبل البلوغ وبيدربوهن أن يكونوا مكرسات هدول البنات بيكونوا عذارة بيخدموا فقط في الهيكل في هذا المكان وطبعا بتشوف نفس المكان نفس المنطقة اتحولت للسوبريم كورت للقضاء الأعلى أنه كان الكهنة أو المسؤولين يأتوا بالقضايا إلى القضاء الأعلى حتى الحكام يقوموا في القضية ذاتها طبعا أنا في الأغورا بالضبط أنا موجود على معبد قديم معبد مصري للإلهة إزيس وطبعا شفنا حضارة يونانية حضارة رومانية لكن الغريب أن نشوف مثلا حضارة مصرية الشو اللي بيخلي هيكل مصري أن يكون موجود في هذا المكان كان في علاقة وثيقة في تلك الأيام علاقة تجارية وعلاقة اقتصادية كانت تأتي السفن من مصر إلى ميناء أفسوس تحمل القمح وأيضا ورق البردي أو بيأخذوا من هذا المكان زيت الزيتون وبضائع أخرى إلى مصر فمصر كانت غنية جدا وكانت يعني كانت تسمى ثلة الخبز للجنود الرومان لأنه كان بيعتمدوا على أكبر بلد أو أكتر بلد للقمح للغذاء فبنوا تخليد وتكريم لهذه العلاقة معبد للإلهة آيسس الإلهة المصريين ومنشوف بعض الأثرات القديمة في هذا المكان من هذا المكان على فكرة مارك أنتوني صار إلى ترصوص البلد اللي ولد فيها شاول الترصوصة وهناك تقابل مع كيليو باترا حاكمة مصر وكانت العلاقة وثيقة بينهم الإنسان الجديد اسمح لي أن أقرأ من كلمة الله مكتوب لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما وفي آية أخرى أيضا مذكورة في رسالة بولوس إلى أهل أفسوس مكتوب وتتجدد بروح ذهنكم وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق هذه الرسالة أحبائي بكل بساطة جعل اليهود والأمم إنسانا واحدا جديدا ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل موسيقى Another illustration Paul uses from daily life at the time would be the relation of Jew and Gentile They were separated in some early worship But now they are all one in Christ Never mind that the Jews had their own background and the Gentiles had a pagan background They're all now one in Christ The dividing wall has been penetrated In the joy and grace of Christianity الإنسان الجديد بولوس بيتكلم في رسالة أنه جعل اليهود والأمم إنسانا واحدا جديدا وكلمة جديد هي كلمة جميلة جدا فيه كلمة بتاعني جديد مثلا شخص بيصنع سيارة فبيعمل نفس الكوبي مثلا ألاف السيارات فكل اللي اشتروا السيارة بقول أنا اشتريت سيارة جديدة لكن كله نفس النوع لكن الكلمة المستخدمة في هذا المكان بيتكلم عن جديد من ناحية النوع يعني شو اللي عمله الرسول بولوس من خلال كلمة الله من خلال الإنجيل يعني جمع اليهودي والأممي وصنع منهم الرب بيصنع منهم معا إنسانا جديد من نوع واحد يعني زي جاب عمل خلطة ومن هاي الخلطة كون إنسان جديد من نوع جديد ينتج شخص جديد فهي الكلمة اللي بتعني هون يعني بكلمات أخرى إنه اليهود لم يصبحوا أمم والأمم لم يصبحوا يهود لكن اتنين مع بعض اللي آمنوا في المسيح أصبحوا شخص جديد من نوعية جديدة إنسان جديد كما يقول الكتاب المقدس وهذا بيتكلم عن وحدة جميلة جدا بهذه الوحدة طبعا بتزول وتمحى العنصرية بتعرف الناس كتير بتضوع أوقاتها على هذه المواضيع لكن الوحدة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس هي مصنوعة من الله بعمل الروح القدس بقوة الإنجيل اللي بتوحد هذه الناس فصار فيه نوع جديد اللي محت هذه العنصرية وصار الحق يعني لليهودي والأمم الحق لهم إنه يتقدموا إلى الله تعرف أحبائي من زمان في القديم في الهيكل كان في حجاب اللي بيفصل عن قدس الأقداس كان رئيس الكهنة بفوت مرة وحدة في السنة الشعب ممنوع يتقدم أو يقترب من هذا المكان عندما مات المسيح انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أصفل فصار إلنا الثقة بالدخول إلى الأقداس وكما يقول الرسول بولوس أنتم البعديم سرتم قريبين بدم يسوع المسيح لكن أيضا في هيكل هيرودوس في دار الأمم وكانت مقسمة لعدة أجساء وفيه جدار فيه منطقة بتصل لجدار أن الأمم ممنوع يدخل إلى مكان اليهود في العبادة وحتى بحق الشرع الروماني إذا شخص دخل ممكن يقتل فالمسيح كسر هذه الحواجز فلأن الأمم لم يكن يدخل إلى داخل وين اليهود كانوا يعبدوا والناس لم يكنوا تفوت إلى قدس الأقداس فالمسيح كسر كل هذه الحواجز فعمل منا شعب واحد أمة مقدسة أصبحنا عائلة الله كما يقول الكتاب أن تخلع الإنسان العطيق الفاسد وكل أعماله وتلبس الجديد في الطهارة والحق طبعا والصلاة والطهارة والصلاح كمان فالمسيح عمل هذا الشيء بموته على الصليب وقيامته من بين الأموال كان فيه أمم اللي كان بمارسه الرغبات والشهوات الخادعة في هذا المكان يقول ليه الطرفين أن نخلع الإنسان العطيق القديم الفاسد ونلبس الإنسان الجديد فعندما نلبس الإجداد نحصل على الولادة الجديدة نصبح إنسان جديد طبيعة جديدة خليقة جديدة اسم جديد وهذا ما فعله يسوع لليهودي والأمم أيضا من خلال رسالة أفسوس لكن حقق هذا الشيء يسوع المسيح الرب بيقبلك مثل ما أنت بغض النظر شو خلفتك رجل امرأة متدين غير متدين مسيحي غير مسيحي الرب بيقبلك مثل ما أنت تعال اقترب إليه وهو يأتي إلى حياتك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر